أتوقع بعد ما يحتاج أذكركم بـ 11.8 رح ينزل آخر مقطع بالقناة رح ينزلكم الساعة 12 بدايتي ومـ 11 رح يكون بالليل باسم الثاني شي يا حباي وعندي طلب بسيط محمد جواني نزل هذا المقطع اللي كان دي علم من خلال أنه حينزل آخر مقطع على القناة الأساسية رح يفتح قناة جديدة فأتمنى يا حباي بحطكم رابطه بالوصف نروح ندعمه ونفجركم متاهد عند جيش مملكة القصص أريدها بكل إناك الخبر الأولي عدنا عن عصابة بدر وبتهم ريمة والكسر اللي صارها بعظامة ترقوة فعصابة بدر يا حباي بنزل على حسابهم بالإنستجرام وهذه اللي ستوري كنت بأصيبة بنتي ريمة بحادث وهي تمارس رياضة لوح التزلج بعد أن تعرض لها ثعلب والحمد لله على كل حال أصيبت بكسر بعظامة ترقوة وهي بالمستشفى من مبارحة والحمد لله اليوم مفروض أن هي تطعم المستشفى الخوذة بعد الله هي حمتها أنه تنصاب إصابة بليغة براسها بالنسبة الريمة يا حباي بنزلت هذه اللي ستوري فعما طلعت من المستشفى كاتب عليها ما حد كسر جسمه واضح أنه أكد دم وهي مكسورة يعني بعد أن نزلت هذه اللي ستوري بالليل تقريباً بعد أن نزلت هذه اللي ستوري بالليل وشات كاتب بي الله يوريكم نوع الألم اللي قاعد أشعر بي نمت ثلاث ساعات والحين ما قادر أحرك أي شيء لأن كل شيء مربوط بالكسر اللي صار بعظامة ترقوة طبعاً الله يفيها يا ربو إن شاء الله تحسن بأسرع وقت واضح أنه يكلش قاعد يتألم ولتسوني يا حباي بلتدعو لها أنه والله يعالجها ويحسنها بأسرع وقت ننتقل حالياً المشكلة اللي صارت بين نور ستار وقمر مار في الخصوة كلها بدت يا حباي بلما القمر والنور شاناً مساوين الفولو بعض بحساباتهم بالإنستجرام وفاجأ يا حباي بقمر اليوم تشيل الفولو عن حساب نور بالإنستجرام ما الوضح أنه صارت مشكلة بيناتهم ولكن بعد تقريباً محوالي الساعة قامت أرضت للهواي من التهجم أنه هي صارت مغرورة فقرأت أن نترجع الفولو لحساب نور ستار بالإنستجرام فش نتوقع ونصار بيناتهم اكتبوا يا حباي بالكومنتات وش نتوقعاتكم لهذا الخبر وننتقل حالياً البيسان اسماعي لووصل لحسابها بالتيك توك للـ 11 أو 9 مليون متابع فإن شاء الله ألف مبروك أقبال 10 مليون ربط قريباً ما أبغى شيء ولا ترسون يا حباي بالتباركوا له بالكومنتات على هذا الإنجاز نختم آخر شيء بتهجم متابعين أنه هو أصالح على شهاده السيمان السبب التقليد اللي صار في القصة كلها بدأت يا حباي بالنسبة أشخاص لما يعرفون أنه شهاده السمد وأنه هو أصالح أكو مشكلة بيناتهم السابق وطبعاً نزلت هذول المقطعين واضحت بهذه المشكلة بالسابق لما شاهدون راح يشوفهم في اليوم يا حباي بشهاده السمد نزله هذا المقطع اللي هو بكشف جنس البيبي على الأهرامات ولو بعض الأقطمت ما شاهدين يا حباي باللي هو يشي يضوي الأهرام إنه هو أزرق في يعني الجنس لحيكون بيبي ولد ولو تقريبين نفس الفكرة اللي يسوها أنا سوأ صالة ولكن على برج خليفة فصار تعرضوا شوية تهجم إنهما قاعدين يقلدون أنا سوأ صالة فما درس طرح كتمنها حباب بالكومنتات هشوفوا الموضوع تقليد أو موضوع عادي مو أكثر يعني وبصلاح حباب نوصلت المقطع كالعادة حذكركم 11 8 آخر مطار بالقناة خليكم منذكرين هذا الأنوان وهذا التاريخ ساعب 12 رح ينزلككم المقطع الأتزال 12 بالليل أول ما يبدي يوم 11 فخليكم منتظرين في حجر المقطع بالأكد ومع السلامة